عندما تتولى السلطة نخبة فاسدة فلا تسأل عن حال الفقراء فجولة في المناطق التي لا يسكنها السياسيون الفاسدون ستخبرك بما تريد وستكشف من الحال ما يغنيك على السؤال منطقة حي الأمين أو كما يطلق عليها منطقة حي المنصور شرقية الفلوجة بمحافظة لنبار مثال واضح جدا على ما وصلت إليه الأوضاع من فقر شديد وبطالة متفشية في ظل انعدام الخدمات وسط إهمال حكومي متعمد والله خدمات ماكوا لا مجاري لا ما ينظيف للشراب لا شارع تبليط هذا بشتيب ما حد يقدر يطلع من بيته الكل تغرق ولا حاجة مسؤول على المنطقة هاي وخمها وشافها لأنه ما بيها مرشح المرشحين المناطقل بها مرشحين قاموا يعدلون بالشوارع قاموا يسوون مجاري قاموا حتى أغذاء يوزعون بس تعال اتخبني سكان حي الأمين الذين تهددهم الحكومة بالترحيل وهدم منازلهم بذريعة التجاوز لا يجدون أدنى متطلبات الحياة الكريمة ولا يطالبون إلا بأبسط الخدمات أحنا ما طالبتنا بصورة عامة أنه أولا كرباء ثانيا ماديا وضعنا تعبان وشغل ماكو ووضع كورونا وتعرفون تل أمور اللي عنده أطفال غصر وين نروح بس أردبتان انتشار الأمراض بين السكان سمة أخرى من سمات حيلمين وبالطبع لا يجد المرضى دعما حكوميا في العلاج أو المعيشة والله وضعي تعبان حب والله ولا يعني تروح المنظمة وشي محم حدي ساعدك ولا حدي ساعدك ولا أكلش يعني تروح عليهم وقولك عمي ما هم ما عندنا وكل مش قد يعني قوله المريض هاي قولك انت شاب انت عمي مريض عندي فشي كلا يخصر كلا وما قدرت تروح عليهم ولا أعبالك ولا والله ما خالينا والطبيب ما يرحم تروح عليها غلوا وصفة 150 و160 والله ما عندنا ويبقى العراقيون في الفلوجة وفي غيرها من مدن العراق ومحافظاته ضحية نخبة فاسدة لم تنجح في شيء منذ توليها السلطة قدر نجاحها في إفقار الشعب العراقي